ازايكم حبايبي عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل السامنة الفلاحي. اه بكريمة لباني ممكن نجيبها من السوبر ماركت او نحوش وش اللبن. اه يعني نقدي قبلها بيوم بالليل وبنسحة الصبح نشيل الوش نحطه في علبة ونحطه في الفليزر. اه زي ما انتوا شايفين دي مش كريمة لباني ايش جيبها من عند السوبر ماركت لأ انا كنت محوشة وش اللبن. وضربتها في العجن. او ممكن في الكبه عادي او ممكن بأدينا كمان. يعني نبدأ نقلب فيها كده لما تبدأ تنزل مية. المية دي ما بتترميش طبعا احنا بناخدها نعمل بها عجين. اي حاجة بتبقى محتاجة مسلا للبن في العجن بناخدوها نستعملوها. هنا بعد ما عملتها بسيحها بق. حطها على النار. حط لها شوية ملح. زي ما انتم شايفين. وكل شوية يقلبها لنارها دي. ويتحطي تحتها الشياطة. وابدل اقلب فيها. طول ما في حاجة كده زي ما انتم شايفين كده فوق الوش. دي عم نزر غاوي كده. دي ما ينفعش كده ان احنا آآ نصفيها. اول ما بتبدأ تختفي. لان ده لسه ده لبن كده. اول ما يدقي يختفي دوت. يبقى كده خلص السامنة جهزة. كل شوية كده وتبقى جمينا في المطبخ نقلبها. هي بدأت هو زي ما انتم شايفين بدأت تختفي اهيت. وبدأت المرتض بان تحت. طبعا هنصفيها والمرتض ديت مش هتترمي بتتاكل. وكمان دي حاجة في البيت تبقى نظيفة وسامنة فلاحية طبعا غالية قوي دلوقتي. وبحاجة بسيطة جدا. زي ما انتم شايفين تجربوها. يا رب تعجبكم. قبل احنا بتشوفها.